السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد الريل ميد 10 برو بلاس هاتف أصدقائي يأتينا بمواصفات خرافية وسعر فئة متوسطة سنتعرف على كل ما يقدمه الجهاز والسعر الرسمي الذي ينزل به لكن قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى الأعجاب بالنقر على الزر لايك إذا كان لديك أي استفسار اكتبلي تحت في التعليقات أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابعة لآخر الأخبار وتطورات التكنولوجية أولا بأول الشيشة هنا تأتينا من نوع AMOLED 1B Colors تدعم الريفرشريت تردد 120 هرز مع سطوع الوين 800 نيتس شيشة ممتازة جدا بحجم 6.7 إنش وبنسبة استحوذ 90.5% يعني كل المواصفات هنا ممتازة جدا بالنسبة للظاهر أصدقائي نجد دائرتين دائرة الأولى فيها كاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F1.8 ستعطينا صور نهائية مميزة والدائرة الثانية نجد فيها كاميرتين خلفية الأولى تأتينا بدقة 8 ميجا بيكسل وهي كاميرا ألترا وايد لتصوير الزاوية الواسعة والكاميرا الثالثة هي كاميرا ماكرو لتصوير الأشياء من قرب تأتينا بدقة 2 ميجا بيكسل الريلمي أصدقائي 10 برو بلاس يصور الفيديو بدقة 4K وبالنسبة لكاميرا السلفين نجد كاميرا أمامي بدقة 16 ميجا بيكسل ننتقل إلى أداء الهاتف حيث نجد معالج ميديا تيك الدايمان سيتي 1080 بمعمارية 6 نانو متر دعم لخدمة 5G هذا المعالج قوي جدا لنتواجه معه أي مشكلة لا في التنقل بين التطبيقات ولا مع الألعاب الثقيلة التجربة ستكون سليسة جدا نسخة أندرويد 13 ووجهة ريلمي Ui 4 مع بطارية عمليقة هنا تأتينا بحجم 5000 ميلي أمبير والأهم أن الجهاز يدعم الشحن السريع بسرعة 67 وات مما سيعطينا تجربة شحن من 0 إلى 50% في 17 دقيق بالنسبة لأصدقائي إلى المداخل هنا نجد مدخل USB Type-C والجهاز يدعم مدخل الثلاثة ونصف ميلي للهيتفون جاك يأتينا مع ستيريو سبيكر السماعات خارجية ذات جودة عالية والبصمة هنا تأتينا تحت الشيش ويتوفر الريلمي 10 برو بلاس أصدقائي بثلاثة نسخ الأولى تأتينا مع 128 جيجا وثمانية رام النسخة الثانية 126.5 جيجا وثمانية رام والنسخة الأقوى تأتينا مع 126.5 جيجا واثنى عشر رام كما أنه غير دعم لمدخل SD Card يعني ليس بإمكاننا إضافة مساحة داخلية أما فيما يخص الألوان يأتينا الهيتف بثلاثة ألوان اللون الأسود اللون الأزرق وستر لايت هذا اللون الذي يتغير مع الإضاءة ويبدأ سعر ريلمي 10 برو بلاس مع كل هيته المواصفات المميزة من 230 يورو ميوعدل 235 دولار السعر هنا يعتبر ممتاز جدا مقارنة بالمواصفات التي ينزل بها الهيتف الزقائي يعني في هذه الفئة السعرية قل لا أن تجد هيتف بهذه المواصفات الضخمة اكتبوا لنا أراءكم في التعليقات حول هذا الشيهز إلى هنا وصلنا إلى الختام أشكلكم على المتابعة تمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم في الختام لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليس لكم كل جديد أراكم في فيديو قادم إلى اللقاء سبسكرايكم شكرا شكرا